عقد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي عمر الجوي لجلسة مشاوراتهم بمشاركة الجهات الوطنية مع القائم بأعمال الأمين العام لحلف شمال أطلنطي للشؤون السياسية والسياسة الأمنية خافيار كولومينا وذلك في أولى زياراته للمنطقة منذ توليه منصبه الجديد كمبعود سكرتير عام للحلف للجوار الجنوبية وتناولت المشاورات تعاون التنائي بين مصر وحلف نيتو بما في ذلك برنامج الشراكة المصمم بشكل فردية وخطة عمل الحلف للجوار الجنوبية وأكد الوفد المصري المشارك لانفتحها على التشاور مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار الإقليمي والصيانة السلم والأمن الدوليين وهو ما تعكسه كثافة زيارات الخارجية واستقبال الوفود الزائرة ترجمة نانسي قنقر